لو انا علمتك واحد زائد واحد يسوي اتنين وجيت في الامتحان سألتك واحد زائد واحد يسوي كام وقلت لي اتنين فانت حافظ لو انا علمتك واحد زائد واحد يسوي اتنين وجيت في الامتحان قلت لك اتنين زائد تلاتة كام وجودت فانت فاهم النهاردة مع انا واحد انا ازعم ان هو اول واحد في الموقع يفهم فعلا كورس ريالة الاعمال والماستر كلاس احنا اتقابلنا من 8 شهور عرض علي فكرة وانا رفضت الفكرة وقلت له الفكرة دي انا رفضها ليه والكلام دي بيحصل كل يوم يعني كل يوم احد من المشتركين على الموقع بيبعتلي يقول لي انا عندي فكرة هتكسبك مليون جريه انا مش عايز اكسب مليون جريه خلاص الفكرة بازل طريقة عرضك للفكرة بتبقى بالنسبالي بتخليني مقدارش اكمل معك وبقول لك ما قدرش اكمل معك ليه فهو فهم هي دي بقى الحاجة الحلوة لان فيه ناس بتزعل ما اقول له انا مش عاجبني الحاجة دي فيزعل وما يبعتش تاني فهو فهم فهم وجالي بعد 8 شهور جالي بطريقة عظيمة جدا اعرض علي الفكرة بشكل رائع وقلت له انت لازم فيجي تصور ماستر كلاس هو كان مبسوط بيقول لي انا بستنى الماستر كلاس انا بتفرج عليه دلوقتي هيكون موجود جوه الماستر كلاس اهلا بيك بشفاندس مصطفى جاب طيب انا بس عايز اقول الاول احنا ازاي بقى تقابلنا يعني ازاي تقابلنا تاني مرة اول مرة كان بالصدفة كنا في معرض وكنت رايح اقابل حد في المعرض ده وقابلته بالصدفة كان هو مجموعة من اصحابه صحيح كده واتقابلنا مع بعض وقلنا المكتب كان معرض في اسكندرية وقلنا المكتب واعدنا مع بعض شوية وساعتها اعرض علي الفكرة وقلت له لأ او لأ ليه والكلام ده اتناقشنا في الموضوع يعني هندخل في التفاصيل بعد شوية تاني مرة بقى بعد الكلام ده بقيت لما بنزل بوست على الفيسبوك من قريب مش مش من زماني يعني مش بعديها على طول بقيت لما بنزل بوست على الفيسبوك والبوست حلو يدخل يعلى يقول البوست ده حلو ليه الحاجة الوحشة مش بتكلم عليه بس حاجة حلوة يدخل يعلى يقول ده حلوة ليه وبعدين بعديها بفترة احنا عملنا على الموقع حاجة اسمها اوفلاين سيشن لسه نازل وحطنا على الموقع ومعلناش اعلان ماعلناش اي حاجة فكل الناس كانت بتسأل تدخل تسأل تقول هو الزرار ده بتاع ايه فانقولولهم مين هيكون موجود في الوفلاين سيشن انا مش بقولahn ان انا هكون موجود في الوفلاين سيشن فالناس كلها مش عارفة مين هم منهم حد من الشركة وخلاص. ما انا حد من الشركة. اي حد ممكن يكون موجود من الشركة. فالناس بتسأل ومحدش بيدفع. لسه حاجة جديدة. محدش يعرف حواق ولسه ما نزلناش اعلان ولا اي حاجة. الزراب لسه نازل. والبسوهندس دخل ورح حاجز على طول. مش عارف مين موجود. مش عارف اي حاجز ودافع. انا بقدر الناس اللي هي بتصق في الموقع. لو انا ما عرفش اين اللي بيحصل. بس الناس دي عملت حاجة. حدفل. ادفع على طول. انا شفت اسمه. وافتكرت. كل ما نزل حاجة على الفيسبوك. نفس الاسم ده بيدخل يكتر تعليق كويس. فقلت خلاص. انا لازم اروح له بقى بنفسي في اليوم ده. واجيب دل اسطاف كله يروح. ونقعد معه قاعدة حلوة. والمفروض ان هو ساعة. رحت حاجزت ساعتين. قلت له احنا نقعد معه ساعتين. ونعيش بقى مع بعض. فده الوقت اللي اتعرفنا عليه. والمفروض ان انت دافع فلوس عشان انا اشرح لك. لا ده اول ما عدت بقى قلن عندي افكار عشان نطور الموقع. وفي ناس اكيد بتحجز الكورسات وبعدين ييجي في النص ما يكملش. طب ما الناس دي عايزينها تكمل. واعد يتكلم عني. ليه بقى هو فهم فعلا الماستر كلاس وفهم الريادة الاعمال. لان انا قلت انت عمرك ما هتبقى غاني وتكسب لو انت بتفكر في نفسك. انت بتكسب لما تفكر في الناس. الناس عايزة ايه? الفكرة اللي قال لي من 8 شهور كانت فكرة جميلة. بس كان واضح جدا ان هو عمل فكرة عشان يكسب. مش هتنجح. بالنسبة لي مش حلوة. المرة دي دفع فلوس عشان يقابلني عشان مصلحتي. ده بيقول لي عشانك انت. الكورس بتاعك انت. لما بيعلق على الفيسبوك مش بيعلق. يقول والله انا عايز قابلك ولا عايز شوفك في ناس بتعمل كده. لو سمحت بص على الخاص. لو سمحت. واضح من الكلام انت عايز مصلحتك مش عايز مصلحتك. ده ما انت مفهمتش. انا قلت في ريالة الاعمال. انت لازم تكون خايف على مصلحة الناس. ولو عايز تقابل حد. لازم توضح له ان انت عايز مصلحته قبل مصلحتك. لو عملت دول هتنجح. لو عملتش دول مش هتنجح. فهو عمل عمل دول بالزبط. فانا كنت مبسوط جدا بوجوده ومبسوط جدا بوجوده مع نا النهاردة. وعايزين نتكلم مع بعض اكتر بقى هو عمل ايه? وايه الفكرة اللي عايز يقدمها? وخد خضوة فعلا وقدمها. ووصلنا معال ايه? طيب انا عايز اسمع بقى منك من الاول خالص. يعني انت لما كنت في الاول بتدخل على الفيسبوك عندي تكتب كلمتين حلوين على كل بوست. الكلام ده من قبل ما احنا نتقابل ومن قبل الافلاين سيشن ومن قبل الكلام. فانت كنت متخيل ان اكتغدوا بعد كده. والله يا بش مهندس انا عايز اقول لحضرتك على حاجة جميل قوي. حتى انا كنت ذكرتها لك ساعة لما احنا تقابلنا اخر مرة. قلت لك اللي احنا لما لما انا بدخل اكلم حد وشجعه على اللي هو بيعمله. وتقدر ايه الحاجة اللي هو بيعملها? هو حتى ذات نفسه بيحس اللي الحاجة اللي بيقدمها ده قيمة. يعني بخلاف اللي هو حاسس اللي دي قيمة فعلية. بس التشجيع ده بصفة عامة. ده اصلا لقيته ملمس معي في كتاب اسمه بيج بوتنشل. بيج بوتنشل ده الكاتب اسمه شن اوكر. هو بيتكلم على الواحد لما بيشجع الناس. هو بيمتد قوته او نجاحه منهم. بعد قدر ربنا طبعا صحيح. فكل كسرش مهندس اللي احنا كلنا بيبقى محتاجين كده. محتاجين لما اي حد اي ان كان مين. قدروا واحترموا. مش لازم انت تكون عايز منه مصلحة. عندك فكرة احنا اغلبية الناس كلها عندها تسابق في الافكار. ايه ده ده انا هدخل اقولي لبش مهندس فكرة اوبا الدنيا هتضرب معايا. زي ما انت كنت ذكرت في ريادة الاعمال. اللي هو ممكن اي حد عنده فكرة. طب انت ذكرت الاول قبل ما تروح. انت اتكلمت الاول قبل عارف دماغ الرجل اللي قدامك قبل ما تروح عشان تتكلم معا كده. لا. لكن الموضوع غير. الموضوع لما بتكون فاهم الشخصات اللي قدامك. وفعلا مش لازم انك تحسس وقلق. فعلا انا بش مهندس لما كنت برد على حداتك برد بتشجيع لانه عارف اللي ده هيعود عليك بعقد ايجابي. وزي كمان هيعود عليك بعقد ايجابي لانه لما بشوف انت انت الاموشن اللي هو القلب ده وده ده بيفرق معايا جدا. بيفرق معايا للشخص نفسه شايفني فين. حتى ده بقموشن اللي هو متقبل كلامي. حتى في مرة بش مهندس انا فاكر الكلمة دي. وعلى فكرة بترن في دماغي على طول. ساعة لما قبلت حضرتك انا واصدقائي هنا. وجينا يعني بعد الايفنت وكده. كنت انت قلتلي انت يعني بترد على البسطات بتاعتي وبسطاتك بتعجبني اقوم. فخدتها تارجت. بجد. مش تارجت انا اوصل لحضرتك اطلاقا. تارجت اللي مبدأ التشجيع ده يبقى موجود. وفعلا اللهم بارك انا مش بعمل كده مع حضرتك بس انا بعمل كده مع كل الناس. اي حد حتى ده شيء بيجزب الناس ليه. بيجزب الناس ليه اللي هو ايه ده ده مصطفى. يعني الناس اصلا مش مهندس محتاجين حاجة واحدة. تقدر البناء ده وتشجعهم. ده حاجة حلوة يعني انت 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 قريتها الاول في كتاب قبل ما تشوفها عندنا في الموقع. وبتطبقها من خلال كده ان انت انت بتشجع الناس عشان الناس تتبسط. مش عشان حاجة. مش عشان انت عايز حاجة. فيه حاجة عايز اقول لك انا لما قريت الكتاب بني الواقع. لكن قبل كده ده طبع فيه. يعني من قبل كده كمان موضوع موضوع. بس دايما القلب يا بش مهندس بينار عينيك. بينار عينيك يعني لما تلاقي اللي هو النجاح يعني تجزر يعني مع بعض. يعني انا فاكرة بش مهندس برضك كنت انا لسه مخلص كورس. الكورس ده كان اسمه وانا كنت قاعد فكان هو بيتكلم. ففيه حاجة لما مست. رحت جاي قلت امتنان. الاصدقائي كانوا قاعدين كانوا بياخدوا معي الكورس. قلت على فكرة انا نجحت بسببكم. يعني انا ناجح عشان انتو نجحين. فاحنا بننجح مع بعض. وده قلته لما فهمت العلم اكثر. لما قريت بقى في كتاب بيوك بتنشل. ولقى الموضوع ظهر معي بشكل. ايه ده. يعني اللي انت بتعمله ده صح اصلا. انت عارش مش مانس اللي هي الحقائق كده. انا بن معاك بتنار يعنيك كده تبقى مبسوط قوي. مبسوط اللي دي فعلا اصلا انت بتعملها. ولما تلاقي العلم بيقول عليها فانت بتنبسط. بس. طيب جميل جدا. فانت من البداية بتحب تشجع الناس. بالزبط. ومن غير اي حاجة من غير حتى القرية. بس لما بدأت تقرأ وتسمع اكتر وتحضر كورسات اكتر اكتشفت اللي انت بتعمله ده صح. بالزبط. فبدأت تزود فيه اكتر بقى. زود فيه بالزبط. ولما زاد فيه ده ده حقيقي بيجذب الناس ليه. بيجذب الناس ليه مش هو بيحط في دماغه انا مش عايز منه مصلحة. مش عايز منه حاجة. انا بشجعه بس. وبشجعه لهدف يعني مش عشان حاجة بس انا بحس اللي انا مبسوط لما اللي قدام بيكون مبسوط. فدي حاجة حتى مش مانس يعني. في حد شخص ما هي دخل اتكلمتني. فبتقول لي ايه? بتقول لي يا مصطفى انا عايز سألك. انت بتحمل كده ازاي? انا غيرانة منك. والله يعنيتلي كده. انت ازاي كده? قلت له عشان انت طب يا عفيه. انا بعمل كده. قاتلي لا. ده انت ما شاء الله مفيش حد بيعمل كده. فعارف انت بش ماندس. كل ما الحقائط تبين معك. ايه ده? ده انت مكمل. فبس. انت لما تشجع الناس وتدي للناس. الاحساس بالاهتمام. وان انت فعلا عايز بصلحتهم. الناس كلها. الناس المحترمة يعني. بتبقى عايزة بصلحتك انت كمان. فبتعرف تاخد منهم اللي هم عايزينه. طبعا في ناس استغلالية. لما تلاقيك بتعمل كده. هو عايز ياخد منك اكتر. لكن الطبيعي. انت بقى كانسان فاهم. انا بكون محترم مع كل الناس. وبشجع كل الناس. فالمحترمين لما تديهم حاجة بيبقى عايز يردهنك. فالدنيا يعني دي اول اول نقطة كانت جميلة جدا. طيب انا حابب بقى المراضي اقول ليه فكرتك عجبتني المراضي. غير قبل كده. فكرتك عجبتني المراضي عشان انت كنت بتفكر فيها. انا كصاحب موقع. وبتفكر في الناس المشتركين في الموقع. مش بتفكر في نفسك انا حكسب كم. زبط. دي الافكار اللي بتعجبني. انت لو بتعمل حاجة مفيدة. هتكسب. لو مش بتعمل حاجة مفيدة. مش هتكسب. فاي حد بيعرض عليها فكرة. ومن اول سطرين. يقول لي هتكسب مش عارف كم. شكرا مع السلام. مش هتكسب حاجة. اللي بيفكر في الفلوس ما بيجلوش حاجة. اللي بيفكر في ان هو يفيد الناس. الناس هي اللي بتجري وراء عشان تدفعوا الفلوس عشان هو مستفيد. فده اللي انت بتقولي بقى المرة اللي فاتت. اول ما تقابلنا انا متوقع بقى حروح هيقول لي شرح لي كزا وشرح لي كزا ما هي اوفلاين سيشن عشان هشرح لك. لكن قعد قال لي في ناس بتشترك على الموقع. وممكن تكون حسة بملل وما تكملش الكورس. فانا عندي فكرة ان انا اساعد الناس دي ان هي تكمل الكورس. ومش بس في جمالتك في اي مكان. في ناس كتير بتبقى نفسها تعمل حاجة بس ما عندوش الطاقة ان هو يكملها. ممكن يبدأ بس. ما عندوش الطاقة ان هو يكملها. كل الحكاية بش مهندس اللي انا بعملها اللي انا باخد الناس في جيرني لمدة اربعين يوم. واربعين يوم دي جبتها من مين? جبتها من من تكوين العادة. يعني العادة بش مهندس بتتكون من اسبوع واسبوعين وتلات اسابية وتلاتين يوم واربين يوم. واقس حاجة انا من قرأتي في الكتب لقيتها اللي انت ممكن تبني العادة في ستين يوم. بس ده كله بيتعرف من اين؟ من كل واحد وزكائه. كل واحد واستقباله للمعلومة. كل واحد وهو عنده ادابتيشن او اداء هو هيقدر ادابت الحاجة هيكيف على الحاجة. وده طبعا راجع للشخص الملقي. يعني انا انا كشخص لو انا مش شايف نفسي اللي انا بلقي بشكل جيد اللي قدامي هيوع مني. فانا الجرن اللي انا باخدها في باخدها عن طريق اللي انا بعلمه تلات حاجات مع حاجة رابعة هقول لها هتردك عليها. التلات حاجات دي ايه? اول حاجة time technique مع project management software مع agile way thinking. انا مجمع علوم. العلوم دي بخلي الشخص يتعلمها وعشان يقدر يوصل ل life balancing. وربح حاجة اللي انا كنت هقول لحضرتك عليها. الكنسبت الياباني ده بيستخدموه في الفنون القتالية وبيستخدموه في المجالات الاخرى زي project management. اللي هو ايه? الشخص معي هو في مرحلة هشرح بقى بالتفصيل ايه? شو هاري ده. الشو ده اللي هو follow the rule اللي هو بيبقى معي في مرحلة الintroduction. بيتعلم معي الاساسيات اللي انا قلت على حضرتك عليها اللي هي التلات حاجات وبتكلم معي وبشرح له session. وكل حاجة ويبقى وحتى كمان بيوصل لمرحلة كيس study بيشوف success story انا عملتها ووصلت للموضوع ازاي? والكلام ده انسوها. الها بريق ضروره هو في مرحلة الاندرستاندنج اللي هو خلاص بقى الدنيا بقى التمام معاه بيبتدي بقى يبتدي يشتغل ببتدي اعمل معاه بقى اللي هي مش مهندس كمالة الاربعين يوم اللي في حاجة اسمها فول اوبسيشنز الفول اوبسيشنز دي بعمل فيها ايه بخليه بتابعه مرة كل اسبوع مرة كل اسبوع بس على اساس يكون احنا بنينا البيج بيكتشر البيج بيكتشر دي عبارة عن ايه مش مهندس هو قال لي حياته كلها قائمة ازاي وبعد لما يقول لي قائمة ازاي اخد افكاره او الحاجة اللي هو عايز يعملها وعايز يوصلها وبعملها بلاننج بعملها بلاننج باستخدام حكا اسمها كامبنبورد انا عايز اقولك الكامبنبورد اصلا جاية من التيوتا هي نقل لنا المنهجية الجميلة دي ولما اتنقلت النهجية الجميلة دي من تيوتا ابتديت بقى ارسم الفكرة مع الاشخاص اللي هو تعالى قولي لو سمحت انت محتاج تعمل ايه وبخليه يعمل التدوليست بتاعته لمدة شهر وبتابعه مرة كل اسبوع بس بفهمه الكونسيبت ده نفسه بيشتغل ازاي فاحنا كده في مرحلات الها اللي هو بريك زرور اللي هو خلاص فهم مرحلات الاندرستاندنج وفهم بيشتغل ازاي وبتابع معه مرة كل اسبوع لغاية في نهاية الاربعين يوم او يعني في الفلو ابسشن بيوصل لمرحلات اسمها الريل الريل هي بي زرور ويوصل لمرحلات المثري المثري هي عبشموس يعني يعني الوعي وعنده وعي كامل وادركته كامل بوقته رايح فين وجاي منين بالتاسكس اللي هو بيعملها زاد كامل اللي انا بتفاعل معها بفكرة دوبامين دوبامين اللي هو هرمون السعادة اللي هو اصلا بشموندس كل اللي الشخص نفسه لما يدخل في جيرني كده ويلاي ايه ده ده انا ماشاء الله علي فيه تشيك بوكس كده وبعمل عليها متصح ايه ده انا التشيك بوكس دي اصلا بشموندس بتقعد على الشخص اصلا معالي ايجابي اللي هو انجز فانت متخيل انا بخدول مودي تاربين يوم هو مش كل يوم طبعا انا اللي انت ذكرتها بشموندس اللي انت الموضوع الموتيبيشن انا بعمله موتيبيشن لمدة اربعين يوم كل يوم بس المتابعة الحقيقية مرة كل اسبوع فتخيل بقى هو لما يشوف الحاجة دي قدامه ويشوفها لها راحة الضن وخلص ضن بحاجة هو بتسعده ومش كده كمان بشموندس انا بوصله المرحلة اللي هو باركايف مرة كل شهر يعني ممكن مثلا انا اشتغلت ختم عجرني بيبتدي بقى الاربعين يوم كده احنا دخلنا في شهر التاني بكاريت ديفنيشن افضن بالتاريخه فبتالي الموضوع الواحد يا بشموندس شايف نجحته قدام عينيه ويقدر يجيب الاركايف ايه ده انا عملت كذا كذا فبتساعد الواحد يكمل ده ده المفتاح بتاع اي حاجة بتاع اي حاجة انت عشان تكون ناجح بشكل فعلي لازم تشوف البيج بيكتشر بتاعتك لازم تشوف يعني حياتك ماشي ازاي فانت تخيل بقى مش مهنس الشو والها والري الري وصل لمحرات المسري فهو فاهم كل حاجة فاهم هو بيعمل ايه وانسقه طيب الخصك كلمتين دول انت بتقعد مع الشخص الاول بتشوف حياته كلها بزبطة مع انت ترتب له حياته دي وتزبط له خطة يمشي عليها بزبطة ومع الخطة دي بتديله زي ورقة كده تشيك لاست هو ماشي على الخطة ولا لا عشان كل خطوة يعملها الحس بسعادة وفيه حاجة بيقول لحضرك عليها مشانا كنت قلتلك الالتلات حاجات اللي هي تايم توتنيك مع بروجيكت مانجمينت سوفتوير مع عجل ويب تينكيك الفلو اوب سيشنز هي باش مهندز بتفاعل بحاجة اسمها عجل ريت روت سبيكتب ده الريبورت اللي احنا بنعمله مع بعض قول لي بقى يا سيدي انت ايه الحاجات الحلوة اللي انت عملتها معاك خلال اسبوع يروح كياء قايل في بوليتس بعد لما بيقولها بنزل بقى في الحاجات التانية اللي هو ايه الحاجات اللي سببتلك مشاكل عشان نحلها عشان نحلها تالت حاجة بقى دي الحتة الجامدة جدا اللي هي ايه ايه اجراءات التحسين فهو شايف نجحته حاجات حلوة عمل حاجات حلوة كتير فهو فاهم كل حاجة شاف النجاح وشاف المشاكل وعارف يحل المشاكل بس فانت هو انسل لنا انا اضربته على كده فخلاص انت اي مشكلة هتجيلك انت عارف هتحلها ازاي لان حل المشاكل اصلا في بداية اللي انا اشوف المشكلة المشكلة جات منين طب حلها بقى وحط لها ورائب نفسي كده لمدة اسبوع زائد بقى انا بدي له guidance يعني شادات احنا نعمل كذا طب احنا نعمل كذا احنا ممكن نعمل كذا بايه رايك ممكن ندرب كذا ومشاء الله هو فتخيل بقى لما بيمشي في الحاجة دي لغاية اللي هو اللي بين يوم هو بيبا في حتة تانية حتة تانية شايف ناجحته قدام يعنيه وشايف اللي هو حد ما شاء الله بيكمل وعايز يعني ايه هو بشموندس انا اللهم ببارد ممكن نوصل الاشخاص اللي هو انا نوصل ايه كمان انت عارف الحساس ده اللي هو ايه حسنا اعملت كل حاجة ومفيش حاجة نقصة في حياتي لا مش توصل اللي مفيش حاجة نقصة لا اللي هو بشموندس يعني مثلا مثلا انا من ضمن الحاجة اللي انا بطفاله لما يبقى معي في الجيرني هو خلاص كورس طبعا انه اسم ايه كمان اه هو عارف يعني واعي باللناقص وبيعمله بيعمله وبيكمل وشايف لا انت على رأسي وشانس والله هي على رأسي رب نحفظك بس الكورسة انت بس انا بحكيلك بالتفاصيل هو يعني بيشوف ايه فهو لما بياخد كورس ولا اللي هو ممكن يخلصه في يومين ثلاثة ايه ده طبعا انا ايه اللي واقعني انا سيب نفسي بقال اسنين ليه هي دي هي دي النجاح الحقيقي النجاح الحقيقي اللي هو بيشوف نجاحاته قدام يعنيه واعي بكل خطوة بيخلق واعي بنافسه واعي بمشاكله واعي بزيح لها وكل حاجة يبقى احنا هنلقص الكلام ده كله فان انت بتقعد مع الشخص الاول تسمع منه كل حاجة تشوف حياته كلها ماشي ازاي يعني بتخطط له حياته وطبيعي ان بعد ما تخطط له حياته انه هو ممكن ما يمشيش على الخطة فبتتابع معاه كل اسبوع مش هنا على الخطة ازاي؟ طب ممشناش لي على الخطة طب ايه اللي وقع وقع ليه؟ طب نصلحه ازاي؟ فيبدأ هو يكون واعي ان هو بعد كده حتى بعد ما يخلص الكورس بتاعك او بعد ما يخلص الوقت اللي انت ساعدته فيه هو الواحد اوتوماتيك فبعايز يعمل حاجة بيرتب حياته عشان يعملها ما بتتعملش بيجي شوف طبعا ما تعملتش ليه؟ ايه المشكلة؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة نحلها ويحلها ومهما كان في قدامه مشاكل خلاص بقى بيعرف يا عدد فهم الدنيا كلها بيعمل problem solving نفسه جميل دي حاجة ممتازة فانت قلت فكرة حلوة؟ الفكرة مفيدة فعلا؟ اه مفيدة فعلا فيه ناس فعلا بتدخل تدفع الكورسات وتبدأ وبعد ما تكملش؟ اه بتحصل فانت قلت حاجة جميلة جدا بس فيه حاجة كمان اللي بتخلي اي حد لما يسمع منك الفكرة يساعدك يعني انت لما قلتلي الفكرة وعجبتني دي خطوة حلوة جدا بس فيه خطوة كمان انت بقى عملتها ودي عجبتني جدا ان هو عمل صفحة على الفيسبوك اسمها اخد خطوة اللي هو مش تعال ساعدني لأ انا دعالها ساعدك انت عندك ناس بتشترك مش بتكمل انا هساعدك تكمل عملت ايه يا مصطفى والله انا دخلت على الموقع واشتركت ومشيت بنفس الخطوات اللي هو ماشيوا بيه وحسيت بنفس الاحساس اللي هو محسين بيه وعملت صفحة على الفيسبوك وحطيت فيها الصور وبدأ تكلم الناس وبدأ دخلت خطوة عمل كل حاجة يعني مش بحتاج مني ان هو يعمل حاجة فالشخص اللي هو بينفس كل الخطوات لوحده ويبدأ لوحده لما يجي بقى نقصه حاجة بتلاقي اي حد اي حد يقدر يساعده وتوماتيك بيجي ساعده بيجي ساعده ليه لان شايف ان هو شخص مبتهد شايف ان هو بيتصرف شايف ان هو بيشتغل وشايف ان هو مش عايز مني حاجة الحاجات دي لو اي شخص شايفها منك هيساعدك على طول اي شخص كويس طبعا زي ما قلنا فيه ناس مش كويسين لما يلاقوك بتعمل حاجة يقولك بس هيستغلك استغليم بالفعل فدي حاجة ممتازة جدا طيب يعني دلوقتي مثلا لو فيه واحد مشترك معنا على الموقع دلوقتي ومش عارف يكمل الكورس عشان يوصل لك هيدخل على الصفحة بتاعت يدخل على الصفحة بتاعتي هيدخل وهيلاقي حتى كمان انا كل البوستس اللي انا بعملها على مستفى جابر شيرد من من فروم بي برودكتف فهوه حتى لو ملاقاش البي برودكتف هيلاقي مستفى جابر طب جميل جدا والحاجات دي مش بس على كورس جمالتك يعني انت اي حد عنده مايل ستون عايز يحقق حاجة ومش عايف يحققها انت كتمش معرفة الجن دي ترزب له حياته الزبط يعني اي حاجة في الدنيا اي حاجة في الدنيا وعايز اقول له على حضرتك كمان حاجة بش مانزل فيه من ضمن الحاجات اللي كانت بتبسطني جدا فيه من ضمن ناس انا اشتغلت معاهم يعني هقول لحضرتك عن طريق امثلة مثلا امثلة عن طريق اشخاص فيه واحدة انا فعلا اخدتها في جيرني وهي بتعتبرني انا بالنسبة لها البرودكتفتي كوتش انا وصلتها او مش لازم اكون وصلتها هي وصلت للمانجيريا الليفل جابت وشكرني بتقول لي يا مصطفى يعني انا عايز اشكرك على دعمك لي وعلى الجن اللي احنا خدناها وانا ما شاء الله بقيت دلوقتي انا كنت من تيم نيدر بقيت في المانجيريا الليفل فده كله بفضلك ومساعدتك او كده بس اجي اتكلم معه اقول لا لا تجزر يعني احنا بننجح بعض وهي دي ما شاء الله شغالة في شركة فاليو وفيه مثال تاني بردك واحدة كانت شغالة مش كانت هي لسه استيل شغالة مسكة المانجمنت بتاع ستارت اوب اسمه جيبجاز جيبجاز ده ستارت اوب بتعلم الالماني وبتوصلهم يعني بفكر الجيميفيكيشن اللي هما في خلال ست شهور مثلا بيكلامه الالماني كويس اوي فكان الونر او بيزنس اونر جي كلمني قال لي يا مصطفى فلان فلانية عايزك تبتدي معها في الجيرني زي ما انت بتعمل مع الناس وكده طلوح قدر من عناية ابتديت معها بالفعل وهي اللهم بارك وصلت لمرحلة اللي اللي بعد ما خلصت الجيرني لا هي كانت مبسوطة قوي وبتربط النجاح ببعض لما احنا اخدنا الجيرني مع بعض فدي حاجات رسائل بتبسطني بتخلي حتى الواحد اللي هو فعلا بيقدم فاليو مش 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 داخل اقولك بقولك ايه يلا بينا في جيرني طب ماشي ايه الادنج فاليو لا انا اللهم بارك من من ستارت داي وان لغاية لما اوصل معك الاربعين يوم ايه الاشخاص بتشوف نجاحات حتى كمان هما بيشكروني على كده مع العلم اللي نجاح الحقيقي احنا بنحققه مع بعض مش انا يعني ما بنسبش النجاح لي حتى لو انا كنت السبب فيه ليه لانه هو بيخوت في جيرني وبنعد ندي البعض جايدنس وبنتكلم مع بعض اللي هو ايه اللي احنا شغالين في تيم مش انسب النجاح ليه خلص عارف انا مبسوط قوي ان يعني من كلامك دلوقتي انت بتتكلم على اللي حياخدها الكاستر اكتر ما بتتكلم عني انا كسبت كام او انا حاخد كام من الراجل او ده اللي بيعجبني جدا لو انت يعني لو انت فعلا بتفكر كده وتشتغل كده على الناس عشان حياتهم تكون احسن هتكبر بسهولة او في البزنس وده السبب اللي خلاني انا اقولك تعال في المستر كلاست نتكلم عشان دايما وانت بتحكي بتحكي على القيمة اللي هيخدها الناس الانسان الناجح بيكون خايف على الناس مش خايف على نفسه او انا حكسة كام في الاخر طب انا هعمل كل ده ليه لا انا خايف على الناس انا عايزة الناس تنجح وكل ما الناس تنجح هيجيلك ناس تانية عايزين ينجحوا زيهم واحدة في بليو نحن ندرس برمجة من ضمن النجاحات اللي ممكن تعملها تبقى في بليو هيشركة مالتي ناشنال والشغل بتاعها موجود في كل العربات اللي في العالم ما هستضفنا حد من بليو هنا قبل كده فشركة جميلة جدا الناس المبرمجين نفسهم يشتغلوا فيها شغلها بالسي والسي بلاس بلاس نفس الحاجات اللي احنا بناخدها فكون ان انت توصل حد يكون مدير في بليو بسبب اربعين يوم اربعين يوم بتنظم في حياته فمستويه زيه دي حاجة عظيمة جدا اضافة الكلام حضرتك برتك انت تعرف شوانس اصلا هي اللهم بارك هي مش شغالة في شركة داليو بس هي عندها ستارت اوب انا من حاجة اللي انا كنت بسطني جدا اللي انا كنت بوصلها مرحلة لايف بلانسنج اللي هي تعمل بلانسنج بين الستارت اوب وبتوين الشغل بتاعها الفول تايم اضافة كمان لحياتها لايف بلانسنج ككل بقى كل حاجة يبقى عندك توازن يعني بحياتك كلها المهنية وحياتك الشخصية وحتى كمان الاشخاص لما يعني بيمشوا في الجن دي او بيشوفوا ايه ده بيلوا حاجة جديدة ده حد مش جاي مهتم عشان يعني يقول لي يلا انت جاي لا ده حد مهتم بي انا كشخص ومهتم بيها كشخص ومهتم اللي انا عايز اوصل لحاجة كويسة وبيفرح لي لان في بعض ناس ممكن يشوفوا اللي انا كل اللي انا عايز اوصلك مثلا اللي انا غير منك اذا انت ناجح وانا مش ناجح دي مشكلة كبيرة حتى انت كنت ذكرتها في الكورسي بتاع الرياض الاعمال فلا هو دايما بيشوف مني لان انا فعلا بستمد انبساطي وفرحتي منه احنا انا الاتنين بننجح بعض وهو لما يكون هو ناجح انا بيبا ناجح فانت عشان بتشجع الشخص يعني فمش بيحس ان فيه غير او فيه مشاكل مبسوط ايه ده ده عطول بيساعدني هو مش عايز مني حاجة هو عطول بيشجعني وعلى طول معرفش زيت كمان فيه حاجة نسيت اقولك عليها مش مهندس فيه حاجة ضفتها بقى جوه جيرني اسمها دوبابين جيرني الدوبابين جيرني ديها مش مهندس دي حاجة انا تعلمتها من الكاتب شون اوكر ده عمل كتاب اسمه بيك بوتينشن اللي هو كان بيعمل حاجة جميلة لما بيروح يدرب مدارس او شركات هو اللهم بارك الدرس في 45 دولة على مساء العالم كان بياخد الناس في جيرني لمدة 21 يوم تحته بيسمى الدوبامين اللي هو كل يوم بيسأل الناس ايه الحاجة اللي انت ممتني لها ايه الحاجة اللي انت بتشكر ربنا عليها الحاجة اللي انت ممسوط انها موجودة في حياتك ممسوط اه وفعلا انا مش مانس اقولك على الحاجة اي حد ايا كان مين الشخص لما بيقول على الحاجة اللي هو بصطف حياته هو بيتحول ما بين ساعة الهبي هو يعني بيفرح بيحس بالنعمة اللي هو عايش فيها وهو فعلا في نعم كتيرة بس احنا ممكن نكون بسبب الزحام اللي احنا فينا احنا مش شايفين نعم فدي حاجة انا اتعلم او تعودت عليها فما خدتش بالك بالضبط فدي حاجة انا اتعلمتها من الكتاب ده ونقلتها للكورس بعمل حاجة كويسة قوي وروعة اللهم بارك باخد التجربة على نفسي الاول بجربها وانس اللي انا نجحت فيها انا هقدر انا نجح غيره يعني انا فعلا اعدت يا مش مهندس 21 يوم كل يوم بكتب لنفسي دوبامين ايه الحاجات اللي فرحتني ايه الحاجات اللي سعادتني ايه الحاجات اللي انا شايفها ممتني لها ومش كده بس ان انا كنت لدرجة في 21 يوم حتى انا اللهم ببارك من ضمن الحاجات انا انا نجح فيها بردو اللي انا بدوكيمنت عندي دوكيمنت بكل حاجة انا بعملها في حياتي فكنت كاتب كده حاطيت تارجيت لنفسي وانا بقرأ برضك طبعا مع كتاب بيت بوتينشيل اللي انا خلي اليوم ده سعيد مع اي حد قبل كنت اي حد قبله ادخل السعادة عليه يعني عايز اشوف ايه ده ويعود عليه بعد يجب الجد وفعلا كتبتها ايه ده انا النهاردة كنت خدت تجربة كذا 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 والحمد لله اللي انا ممتن اللي انا ادخلت السرور والفرحة على الناس كلها جميل جدا انا مش بس مبسوط من اللي انت بتعمله انا نفسي تكون مثال الناس كتير مشتركين على الموقع وشايفين اي مشكلة موجودة يعني وانت مشترك وتتفرج على الحاجات ممكن تحس مثلا والله ايه ده فيه حاجة نقصة ده فيه حاجة نقصة هنا ايبعتلي يقول لي فيه حاجة نقصة عايزين نطور الموقع وافتح بيزنس اعمل اعمل شركة شغلتها ان هي تخدم على الناس اللي عندها المشكلة دي انت عمرك ما هتنجح الا لو حاولت تحل مشاكل الناس يعني انت بتحاول تكسر انت بتحاول تشوف مين عنده مشكلة والمشكلة دي فعلا صعبة وانت بتحله دي حاجة عظيمة جدا جدا انا يعني مش عارف بجد اشكرك ازاي ان انت موجود في حياتي فعلا حاجة حاجة عظيمة جدا انا لقي حد بيفكر كده ومش بس التفكير لا ده خد خطوة على طول وبيعمل كده معي انا شخصيا يعني انت بتفرحني انا شخصيا كل ما عمل حاجة تدخل الله والله دي حلو عشان كزا الحاجة دي عجباني عشان كزا انا بكون مبسوط انا شخصيا يعني من غير اي كورس ولا اي حاجة ما خود ادفعها لك والله على رأسي وعايز اقول لك على حاجة يعني عايز اقول لك برضك من ضمن الحاجات اللي انا وصلت فيها لنجاح الحمد لله بعد لما خلصت الكورس الانتربينيرشيب ازاي انت لما كنت بتسري دي باش مهاندز الكورس انت بتاخد يعني حاجة انت مش ممكن انت مش واخد بالك منها بس بنقلها مع الناس اي حد اللي انا لما تيجي تاخد معايا اي جاني انا بساعتك اللي انت تغير طريق تفكيرك دي انا اخدتها من حضرتك فعلا ولما باجي اقول لحد ليه لان انا بحوله يعني بغيره الماينسيت الماينسيت اللي هو ايه لان اي حد بشوانس عايز يوصل لنجاح معه ماينسيت ودير طولز بالضبط طريق التفكير فانا لما انا بغيره طريقه الماينسيت هو بيشوف نجاحات قدام دي بعض من الحاجات اتعلمت حضرتك لا انا اتعلمت حضرتك كثير يعني في امثلة هقول لحضرتك على الحاجة وانت كنت في الكورس بتاع الرياضة العمال انت بتقول انت عشان تروح مثلا لا اي حد انفستور انزل الاول انزل المؤتمرات وشوف الانفستور بيتكلم ازاي ولازم تخلي وانت نازل يعني عايز تكلم انفستور لازم يباشر بحك اتعلمت التكنيك ده من حضرتك وكنت بحكا على رأسي والله يعني ايه اتعلمت التكنيك ده من حضرتك اللي هو هابل حد لا لابس ازايه عشان الناس الانفستور حتى الانفستور لازم بردك يبقى نفس التفكير او مش نفس التفكير اوي فاهم دماغه قدامك لازم تروح الاول وتسمع وكنت لما تسمع يعني تسمع اكتر من الشخص هتعرف الشخص اللي قدامك بيفكر ازاي وهتبتدي تعرف تدخله كنت انت بردك نوات قلت ممكن تدخله بعد لما رحت كزا مرة قابلت الانفستور ومش لازم من اول مرة تديله البزنس كارد لا قلت اللي انت ممكن تعمل بزنس كارد ومش هتتكلف كتير هتقدمها للانفستور مرة في مرة لا الموضوع هيبه غير فدي حاجة من بعض الحاجات لكن في حاجات كتيرة جدا انا اتعلمت من حضرتك ده بعد الرياضة العمال وحاجة كمان كنت انت بتقول انت لازم عشان الناس تشوفك انزل مؤتمر كتير انا من بعد ما خلصت الكورس بتاع حضرتك ده اول مرة تخلصت كذا مرة؟ عشان ماذا قيمته وماذا ايه اللي عادت علي عايز اقولك بشمانس انا خلصت الكورس يعني اتديته في ديسمبر اللي فت خلصته في جانيواري اتديت من اول جانيواري لغاية النهاردة انا نزلت ما يقارب لفايف ايبنس او سكس ايبنس كل ايبنس ينزل انزل وانهست شوفني وعرضت الفكرة دي بتاعتي على حد انفستور بس يعني انا لما قابلته هو فعلا قد زبطنا ميتنج بس الاسف هو مشغول وكنت هقابله فعلا في الزمالك بس يعني وفي حاجة انا مش مانس الناس شايفاني انا عادي بها ليه اسمه الفول اوب مش فول اوب سيشنس لا انا فاضلا ناجح في فول اوب سيشنس يعني انا مش بقابل شخص ازايك عامل ايه الحمدلله لا انا بقابل شخص وبسجلها انا الشخص ده هتابق مع اي يوم ايه وحاجة تعلمتها بردك من من حد من الناس اللي تقيل فرياطة العمال ممكن اقول الشخص عادي بردك بشموهنس محمد حسام خضر كان بيقول ايه كان بيقول انت مثلا لما تيجي تقدم يعني فكرة اخرك معه ثلاث مرات اللي هو مرة وبعدها باسبوعين تابع وبعدها باسبوعين تابع اللي هو خلاص الفكرة خلاص ما تتعبش الانفستور تاني اللي انت كل شوية تيجي وتقوله فكرة طب ما هو مش فضيلك هو عنده حق كتير بس يعني الواحد بيحاول يوصل احسن حاجة مش احسن حاجة لنفسه احسن حاجة لكل الناس اللي حوالينا اللي احنا كلنا ننجح مع بعض مش مش شرط ان انا انا عايز اكون ناجح طب حاجة كويسة انا عايز اكون ناجح لنفسي لا وهنجح جري كمان دي الحاجة اللي انا بالفعل بعملها دلوقتي الحمد لله طيب عايز اعرف منك بقى ازاي الانسان يحس بنجاحه ازاي يحس ان هو مبسوط الساكسي ستوريز امش مهندس دي عبارة عن ايه عبارة عن في حاجة كده انت بتبنيها زي ما كنت قلت له حضرتك من ضمن الجاني اللي انا باخد الناس فيها بروجيكت مانجمينت سوفتوير هو انت بتستخدم تول من ضمن الانفزا بروجيكت مانجمينت سوفتوير بتبلد حاجة كده اسمها ساكسي ستوريز لما انت تبلد حاجة زي كده وتشوف كل شهر نجحتك دي بتخليك تكمل اصلا تخليك تكمل اللي انا عايزة انوها عليها مش مهندس ايه اللي في الكارد بتاع الساكسي ستوريز دي انا لو كتبت مثلا في اوجس انا قابلت حضرتك والحاجة دي فرحتني جدا دي من ضمن الساكسي ستوريز ولا لا الساكسي ستوريز فالحطة دي انا كنت عايزة اوصل الى الناس اللي انت ممكن تبني رجحتك من ساكسي ستوريز ممكن بس خطوات صغيرة يعني اصدق خطوات صغيرة كل خطوة صغيرة في حياتك انت مبسوط بيها تعتبرها ساكسي ستوريز بصبت وخطوة صغيرة فرحتك وكويس حضرتك يا بشمانس اللي انت اقولت حاجة زي كده خطوة صغيرة يعني النجاح مبتبنيش مرة واحدة النجاح بيتبني حاجة انا تعلمتها من حضرتك من كورس بردك ريات العمال اللي انت امني نجحتك من حاجات صغيرة ولما الحاجات الصغيرة هتجبر مع الوقت انا مش عارف اشكرك ازاي على وجودك معنا النهاردة انت جاي من القاهرة عايز برضو اذكر الحتة دي ان انت جاي مشوار كبير جدا عشان تسجل معنا الفيديو ده المرة اللي فاتت انت لما عملت اوفلاين سيشن انا لمشيت المشوار ده كله بس بصراحة انا مبسوط يعني انت تستاهل ان انا اروح لك المشوار الكبير مشكلة بس ان تصوير المصر كلاس دايما بيبقى هنا فعشان كده جدناك المشوار بس انا سعيد جدا بوجودك واتمنى ان شاء الله ان انا اسجل معك تاني هنا بس يكون بي بروتكتف ده بقى يعني في العالم كله ان شاء الله ان شاء الله واتشرب بيك مرة دانية ان شاء الله شكرا اللوقت حضرتك والله انا سعيد جدا جدا اصلا ده انا كنت يعني ادتني الفرصة العظيمة دي الا انا قعد مع حضرتك ونتناقش ونتكلم فحاجة زي كده فحاجة اسعدتني جدا شكرا جدا شكرا جدا